السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعزائي المتابعين في سؤال موجود على القروب الخاص بالقناة سؤال من احد الاخوة يسأل انه عندي هذا المحرك ويريد يربطه على 220 فولت هذا المحرك نمثل تلاحظ انه عبارة عن 3 فاز 3 فازات وعبارة عن 380 على 220 هنا يقصد بال380 اذا ربطته بشكل ستار واذا 220 3 فاز يعني 220 وليس ستار اذا 220 3 فاز يربط على شكل دلتا يعني هذا المحرك اذا ربطته بدلتا راح يكون على 220 فولت واذا 380 لازم يكون ستار ومثل ما قلنا 220 هنا لازم 3 فاز وليس ستار بس الاخ هنا قصده من السؤال انه شنون اربط هذا المحرك اللي هو 3 فاز على 220 ستار مبين الظاهر يعني السؤال اللي ذاكره مبين انه عنده محرك 3 فاز ويريد يربطه على 220 ستار مثل ما تلاحظ انه هاي المحرك هو عبارة عن 1.1 كيلوات اذا القدرة الخاصة بالمحرك هي 1.1 كيلوات تمام احنا نعرف انه هذا المحرك اذا ردنا نحاوله على كم حصان لازم نستخدم المعادلة الشهيرة بتحويل الكيلوات على الحصان لو اجينا وحولنا هاي 1 كيلوات الى قدرة حصانية رح تطلع عنا 1.475 قوة حصانية اذا هذا المحرك اقدر اربطه على يعني هذا المحرك مادام طلعت له القوة الحصانية الخاصة بي اقل من اربعة او اقل من اربعة ونص نقدر نربطه على هاي البرنامج انا استخدمت برنامج اللي احنا شارحي بالدروس الماضية يعني بالتحويلات استخدمت برنامج التحويل حولت ال 1.1 كيلوات حولتها على قوة حصانية فطلعت لي 1.475 قوة حصانية استخدمت برنامج اللي احنا شارحي وراح اخلي لك الرابط بالوصف اذا عرفنا انه هذا المحرك اقدر اربطه على شنون طريقة الرابط طريقة الرابط اولا لازم تربط شكل المحرك على لازم تربطه بشكل يعني بهذا الشكل تمام وبعد عشي نتسوي تروح على المحرك انا باعتبار انه انت عندك دائرة جاهزة وراح اشرح لكم اياه ايضا بالتفصيل هاي الدائرة هي عبارة عن دائرة تشغيل محرك دائرة تشغيل عادية خاصة محرك دائرة تشغيل وادفاء يدخل هذا الـ single phase line بالقاطع الرئيسي ويخرج من القاطع الرئيسي يروح على الـ تمام فيدخل هذا القاطع الـ line والـ neutral بالقاطع الرئيسي هذا بالنسبة للـ line يخرج من القاطع الرئيسي عند القاطع الرئيسي يخرج من القاطع الرئيسي يروح على الـ تمام هسا يحد الـ line لا يوجد مشكلة بها بالنسبة للـ neutral نفس الفقرة يخرج من الرئيسي أنا نفرض عندي الموتور ثري فيز تمام فشي سوى اروح على الموتور اروح اجيب هذا الـ ثري فيز انت شرح ستسوي هنا الخطوة مالتك هذا الموتور لثري فيز اللي أنا رح اربطه باعتبار أنا رابطه بشكل star يعني بهذا الشكل بهذا الشكل تمام بهذا الشكل اوكي يعني بهذا الشكل وبقت ذنى لثلاثة أطراف فعلى مد أحمل الموتور والـ overload يشتغل صحيح نحن نعرف انه الـ overload عندما يمر بتيار اعلى من الضيمة المقررة الى ان افرض انت مسيتها على أربعة ويمر بيه خمسة أمبير فرح يفصل دائرة الـ control وبدور دائرة الـ control رح تفصل لدائرة الباور لكن هنا لو تلاحظ هنا ما رح يفصل الـ overload لماذا؟ لان هذا البول هذا الفيز ما مستخدمه فما رح يتحسس التيار بشكل صحيح فما رح يتحسس التيار بشكل صحيح انا ما رح افعل ونحن شارحين هذا بدرسة الـ overload ماذا رح افعل رح اروح على اي فيز من ذني ايه على اي خط اما الـ line او الـ neutral اروح على الخارج ماتتي شا سوي مو مباشرة او ادي للموتور شا سوي هنا بهذا الشكل هذا الـ neutral او الـ line لان اثنيناتين يمر بها نفس التيار يعني الـ line والـ neutral يمر بها نفس التيار فشا رح افعل اخذة الخروج من الـ overload اخذة واخذ لي وين بالدخول بشكل تمام فرح يصير عندي خروج هنا وخروج هنا خروج هنا وخروج هنا فرح يمر هذا التيار وهذا هو نفس الـ neutral رح يمر بتيار نفس الـ line فرح يمر بتيار هذا التيار رح اخذه اللي هو من الـ neutral رح اخليه يدخل بالـ البول الثالث الخاص بالـ overload على مودي يكون كل البولات متساوية بالتيار تمام فرح يعمل عندي موتور لـ three face هذا انا ربطته بشكل star نفس ما اضطرغنا بهذا الشكل لازم يكون بهذا الشكل يعني ثلاث اطراف بـ short وثلاث اطراف هاي اللي رح اربطها على single face فشنون رح اربط هذه ثلاث اطراف على single face هنا لازم احتاج شي اسمه مكثف او متسعة يعني لازم يكون بين على اي طرف من ذن الـ 3 اطراف بين طرفين من ذن الـ 3 اطراف اجيب مكثف او اربطه بين U و V او بين V و W ماهك اي مشكلة ومثل ما اطرقنا انه هاي الطريقة تضبط فقط مع الموتور اللي قدرة قليلة يعني القدرة مالتة اقل من اربعة احصان او اقل من اربعة ونص ماهك اي مشكلة فرح تقدر تربطها على single face لازم اجيب مكثف او متسعة فرح اربطها بين بين طرفين من ذن الـ 3 اطراف فانا رح اربطها بين V1 و W1 فرح اجيب موتور هذا اي 3 phase وربط المكثف بين V و W بين يعني بين هذا وهذا ربطة مكثف هذا المكثف قيمة مالتة انت لازم تحددها على ضوء القدرة مالتة المحرك مثلا انا عند المحرك فشكت قيمته يعني على ضوء قدرة المحرك فانت تقدر يعني يعني اذا تتخذ بنظر اعتبار تقدر تخلي كل محرك مثلا كل حصان تقدر تخلي اربعين نفرض اربعين ميكرو فارد او او خمسين او او ستين ماهكو اي مشكلة تقدر تجيب فايل حدود يعني تقدر تجيب كل حصان او تقدر تجيب لخمسين مايكرو فارد فاهنا حسب القدرة اللي اطرقنا لها مات هذا المحرك او يعني اللي هي واحد بوينت اربعمية وخمسة وسبعين حصان تقدر تخلي لها ستين الى خمسين مايكرو فارد كلها شغالة ماكو اي مشكلة بها فلازم وايضا لازم تنتبه الفولتية لازم تكون نفس فولتية المحرك فاهنا تقدر انت تخلي فاد امه الاربعمية وخمسين فولت يعني تجيب مكثف او متسعة خمسين الى ستين مايكرو فارد تقريبا وتخلي الفولتية مالتها مايقارب اربعمية وخمسين فولت يعني تجيب مكثف الخصائص مالتها خمسين الى ستين مايكرو فارد والفولتية اربعمية وخمسين فولت تمام اربعمية وخمسين فولت باعتبار هذا المحرك ثري فيز الان اشي راح اسوي اروح وراء لم اربطت المكثف راح اروح اربط المحرك على الدائرة ماذا راح اربطه راح اروح اجيب هذا اللاين تمام الشكل اللاين وهي اللاين اما الان 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 خطة وين خليتها يدخل بالفيز الثالع على متساوت تيارات فهنا شي سوف يخرج من الفيز الثالث هذا الـ siendo الثالث عفوا يروح على اي فيز من ذن الفيزات على اي فيز من ذن الفيزات وهنا راح ليحدد هو الاتجاه لمحرك بس لو تلاحظ انا اربطت على هذا الفيز يعني هاء ال اربطت على الان الان الاسود وان على الوان فرح يفر بالاتجاه اذا ربطت على الوان رح يفر بالاتجاه المعاكس. هس رح يشغل الدارة وشوف حمله. هس رح اشغل واشغل الباور. واشغل دائرة التشغيل العادية احنا ما اخذيها. اللي هو يدخل يخرج على نقطة مغلقة من هذا اللي هي الخمسة وتسعين ستة وتسعين. ويروح على اطفاء. ومن اطفاء يروح على نقطة تشغيل. ومن النقطة التشغيل راح يسوي استمرارية لهذا المحرك من خلال هاي الدارة. احنا شارحية دارة التشغيل العادية ما كو اي مشكلة بها. هس رح اشغل. شوف اشتغل المحرك اللي هو على بالاتجاه اه عكس عقار بالساعة على اليسار يعني. فاذا اريد اطفاء المحرك راح يطفي ما كو اي مشكلة بها. واذا افصل الوبرلود راح يفصل هذا المحرك. شوف فصل الوبرلود وفصل عندي المحرك. اوكي باعتبار هاي النقطة صارت اوكي. احنا ها كلها شارحيها بالدروس الماضية. لكن انا حبيت شنون اربط على محرك ثري فيز. وطلقنا على اهم الملاحظات اللي هي قدرة المحرك. وعلى المايكروفاراد او المتسعة اللي نخليها على المحرك. او اي لازم تاخذها بنظر الاعتبار. فس راح اطفي. شوف السدار باتجاه عكس عقار بالساعة. اريد انا انا توهمت المفروض العملي يحتاج انه دوران مع عقار بالساعة. فاش راح اسوي. راح اسوي هنا. راح الغي هذا الواير. اخلي بدل ما يكون. هنا راح يكون على الفي. فاش راح اسوي. راح اجيب. طبعا هذا عادي اي واحد تقلبه ما اكو مشكلة. بالشكل راح اربطه وين? على الفي. وهنا قلنا عادي يعني النيوترال او اللاين يعني يعبر على الفيز الثاث يعني تقدر انت تاخذ من اللاين تخلي على الفيز الثاث او من النيوترال على الفيز الثاث باعتبار ان التيارة للساوي بين لان وليمترال. هس راح اشغل. شغل اهنا. اشتغل شوف. مع عقار بالساعة. يعتمد على الرابط مهالتك. هس صارت الدائرة واضحة. ويعني اذا تريد الشغل قلنا اغامشي تاخذ بنظر الاعتبار الساعة مالتم. واكو ملاحظة جدا مهمة انه انه هذا المحرك انت اللي هو انت من شغلته على ما راح ينطيك القدرة الكافية او القدرة الكاملة ماتة. يعني القدرة الكاملة راح ما راح يكون نفس القدرة اذا شغلتها على ثري فيز. تمام? يعني كسرعة محرك وكعزم ما راح يكون نفس بالحالة الطبيعية اللي هو ثري فيز. راح تقل من القدرة مالتم. تمام? راح تقل من القدرة مالتم. يعني ربما راح ينطيك ثمانين بالمية خمسة وسبعين بالمية سبعين بالمية حسب قدرة المحرك وحسب المكثف اللي انت روبطت عليه. اوكي لكن ما رح ينطيك نتوس الاداء لو ربطت على ثري فيز هاي اهم الملاحظات واهم الملاحظات ايضا ذكرناها بخصوص الاوبرلود لان مثل ما اطرقنا ان الاوبرلود لازم يكون التيار المارب كلا لثلاث اطراف اعلى من القيمة اللي انت مسيتها عليه فبها الحالة رح يفصل عندي المحرك فانا نفرض عندي ثلاثة امبير يسحب هذا او او اربع امبير نفرض بحدود اربع امبير هاي اللي هو الاخناش رأي بحدود اربع امبير اذا ربطت على سنجل راح يتسيتل هذا على اربع امبير فاذا تعدى اربع امبير راح يفصل هذا الوبرلود ليش لان حبارة عن اربع امبير تعدى الاربع امبير بخلال الثلاثة فيزات يعني ثلاثة مداخل مالة الوبرلود تعدى قيمة الاربع امبير ان شاء الله قد وضحنا الفقرة ومثل ما ذكرنا انه اذا كان عندك ثري فيز وقصده انه يربطه على ميتين وعشرين ثري فيز هنا لازم يربطه على شكل دلتا يعني يربطه بهذا الشكل بهذا الشكل يعني بهذا الشكل ويغذي هذا الطرف على ثلاثة اطراف ميتين وعشرين ثري فيز الى هنا نصل واياكم الى نهاية الفيديو تقبلوا تحياتي والى اللقاء اشتركوا في القناة